صباح الخير على كل مشاهدين برنامج أسعد الأوقات طبعا إحنا في شهر 12 يعني البرد اللي ما بيرحمش وطبعا كلنا بنفكر إزاي ندغلب على البرد ده علشان كده النهاردة هنكلمكو عن الوجبات الهندية إيه اللي هتخليكو ولا تحسوا ببرد ولا بشتا مش هتحسوا جربة عمال حلو بس وهتخليكو سفروا الهند وانتوا هنا في مصر هنرحب الأول بديوفنا في الستوديو أصحاب المطعم الهندي مطعم أصر المسال أهلا بيك أهلا محمد عرفنا باسمك أحمد على غنيم عبد الشيح أهلا تفدأ أهلا محمد السعيد سعد أهلا محمد حضرتك عمر الشيمك البروي أنتوا طبعا أصحاب اللي هو المطعم الهندي المؤكلة الهندية بس الأول قبل ما نتكلم عن الأكل نعايز الأول أعرف أنت شغال إيه يعني شغلتك الأساسية أنا شغلتك الأساسية تاجر مكسراتك يا فوز دقلوز عن جمال يعني بقيت خالص عن الأكل أه طبعا بقيت خالص عن الأكل حضرتك لأ أنا طبعا دي شغلتي من البداية خالص بقى لي فترة كبيرة في المجال ده مجال المطعم بس كنت في التجاهات تانية يعني المأكلات اللي هي المصرية العادية بس بقى لي فترة يعني حوالي عشر سنين أو اثناشر سنة في الأكل الهندي يعني يعني كنت مسافر برا ولا هنا لأ سافرت أماكن كتير برضو سعودية الهندي برضو كانت جولة بسيطة كده يعني خدت فكرة برضو بسيطة قبل ما وجد بقى تطبق لنا بالزبط حضرتك أنا لسه طالب لسه في رابع حقوق بس منصوري وأنا بحب أشتغل بحب أعتمد على نفسي مارست الجيم شوية خدت بجورة جمهورية وكده بس حابب أن أنا أكون عملي شوية عشان كده اتجاهت الاتجاه ده يعني أنت أول شغل لك خالص بقى أول شغل يبقى بتاعي حاجة خاصة بي أحبت الطريقة واشتغلتها فترة برضو حسيت أنها كويسة ولذيذة فحاولنا نحن نعمل حاجة كويسة لنا صراحة أنا شايف أصناف أول مرة أشوفها يعني أكل شكله جميل جدا بس مش مفهوم بالنسبة لي هدوقه ولا تفرج عليه طيب إيه بقى أكل إيه الأول ولا عامل إيه فيه طبعا فيه طبق الفراغ ده تمام دي بتكون صدور مشوية يعني بشكلها ده وهي كده مشوية آه مشوية بس متنبلة بقى بالصوص بتاعها ده اللي هو عبارة عن صوص كريمة وتوم وبصل زي ما حدك شايفها وإيه اللون الأصفر ده شكله حلوة ده بهراتي عمتا الهندة زي ما حدك عارفها آه مشهورة بالبهرات الكتير والألوان وكده فبيدخلوا الألوان في البهرات شوية كل الأكل بيبقى فريخ مش كده لا في فريخ وفي لحوم وفي أسماك وفي آآ أجنباري وكده وحاجات زي كده عمتا هو المطبخ الهندي بينقسم لكسمين والشرائح البصل دي فريش فريش طبعا آه فريش طب ممكن ادهو بقى طبعا دي شوات بتجرب بيها مع هي الحاجات المشهور بقى الهندل هي الحاجات السبايسي قوي اه بالزبط اه في حاجات زي المانجة المخليلية طبعا دي مشهور قوي وبيحبوها جدا يعني في الاكل تبقى ميديم سبايسي تبقى حاجات كويسة مع الفراخ مع العيش طبعا ده عيش برضو معمول عرفع اسمه تيك انان تمام اي عيش في الهند عمتا بيبقى نان بس فيه تيكا في تشيز في جارلك في بطر في سادة خالص طعمها حلو قوي بجانب ومش حاسة بتعم البهرات انا حاسة ان هي طعمها جميل يعني لايت قوي كده خفيفة وده ايه بقى قولتليه ده طبعا برياني اسمه كاشميري بولاو ده بيبقى بالمكسرات وكده سادة روز مشكا لا ده بالمكسرات فيه ده السادة ده بيكون برياني سادة لكن ده بالمكسرات بيبقى زي ما حديك شايفها ما شاء الله يعني المكسرات غالية وانتو حطين كتير قوي بتعدوها للناس كده اه نفس نفس الحاجة كده اه تمام فيه برضو ده الروز السادة زي ما قلت حدثك قبل كده ده روز السادة بيبقى معمول على البخار تمام فيه ده طبعا يعني ده حلو جدا للناس اللي هي عاملة رجيم اه بالزبط وفيه برضو عندنا ليه التكة المشوية وده عجبني جدا ممكن نفضيك بالطبع اينا اه ممكن معلقة بالزبط على قصر ما بيقولش حلوات المسلوقة يعني ما عارفش بخافش على صحيتي بس تشكل حال ده ما فيه برضو اللي هي ده طبق لحمة ده بيكون كتعة من الفاخدة ما شوية وبنتقبلها بنفس السوس ده كده بس السوس لونه عجيب قوي اه ما هجب قول ده حالك هي البهارات ده ايه ده اه ده البهارات مش شطة دي ولا ايه ده لا لا مش شطة لو شطة بلاش يعني لا لا الازبايسة عندنا مخلينه على حسب الرغبة يعني وحلو الطباق اللي شابها استنيه دي مش كلاحلو قوي عشان فيه ناس واخدى عن الاكل الهندي ان هو زبايسة بقى وبهارات كتير وكده احنا ما عندنين الفكرة دي حاجات بسيطة ما خليني الازبايسة على حسب الطلق ده ايه ده لحمة دي لحمة اسمها انديان رام اسمها ايه انديان رام بيعرفين هما ايه نظام الاكل الهندي ايه وعرفين ايه الاكلات اللي بيأكلوها دايما وطبعا بيحبوا يغيروا طبعا احنا بنحب رشحلهم الاطباق المميزة دايما والاطباق الجديدة معنا فهما بيحبوا التغيير وانا شايف يعني فيك بل يعني على التغيير ده كفكرة مختلفة بين المطاعم المصرية عامة والاكل اللي احنا مهددين عليها احنا ساهم سكرة شوية بس اللحمة بجد نعمة جدا اه طبعا احنا بنخليها تستيو كويس معرفش كده مباينة ولا لا سيعجبتني قوي اه ايه بقى العيش اللي هو ده عيش اللي هو اسمه تكنان ده عيش بالفراخ يعني ده بيتاكل لوحده ولا جنب بيتاكل بقى مع الصصات كده مع الحاجات دي بتيبقى حلو اه لكن ما بيتاكلش بالحاجات دي اه في حاجات فيه انواع عيش تانية بقى بتاكل بقى الحاجات دي مثلا فيه سادة فيه بالتوم فيه بالزبدة لكن ده بيكون محش فراخ فيه منه بيبقى محش جبنة فيه بيبقى بطاطس فيه بيبقى لحمة تمام سوسات بس هو ده ايه ده زيت ده ولا ايه ده لا لا ده سوس ده بيكون طمر هندي سويتان نصور تمام ده بيكون فلفل سبيسة او ده جرين شيلي لا يزي مالوء وبعا كده بس اهم حاجة حامي ولا ايه لا 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 سويتان نصور ده بيكون دي منجم خلينا دي مشهور او برضو دي حطينا عليه ملح ولا هو زي ما هو لا لا زي ما هو هم تمام وفيه ده ده مثل الفلفل ده سبيسة او الناس بقى اللي بتحب والمانجة المانجة ناس المانجة اوه شوية شوية يعني مش مش لها حراوي ولا مفيش فرص حامي يعني لازم لازم يكون جنب الاكل ومش كده او طبعا لازم ده هم حاجة بالنسبة الاكل طبعا ملي بالاس من والفلفل ده سبيسة اوه برضو الناس اللي حبه الاكل عامة الاكسترا سبيسة لكن الواضح كده ان انتو يعني مش بتقيدوا الاكل بالتوابل اللي هي الحرة لا التوابل الحرة يعني مش تبوها لو حسب اخجار حسب رغبة الشخص اه حسب رغبة الشخص طب بقى ايه اللي ورا البعيد ده ده اللي هو الديزرت بتاعنا تمام ده حلو هندي اسمه جلاب جون شبه الزلابي عندنا شويح اه بالزبط اوه ده بيكون عبارة عن ممكن بس اوه تبا ده يعني ده الحلو اللي هو الشعبي عندهم المعروف يعني اه حاجة زي كده اه بالزبط طبعا فيه انواح حلويات كتير قوي تمام بس ده يعني ايه حاجة بسيطة كده ده بيكون عبارة عن كرات حليب تمام وبنقليها في الزبدة وبنبع كده بنحطها في عسل يعني مش عاجينة لأ هو بيبع عاجينة لبن زبن اه ازاي يعتبر زي لبن مكسف اه نفس طريقة اللبن مكسف كده وبتقلي وابنقليها في الزبدة وبنحطها في عسل وتطلع بنفس الشكل ده كده لا والله كويس جيد اه وبتتقدم سوطنا شوية اه طبعا اه طبعا فيه حلوات كتير فيه نحن نقدم الكوكنات ايس كريم بيظهر جزء الهند الطبيعية بنقدمها في نفس الشكل كده وبنقدم معها الحلوة تانية اسمه كجركة حلوة ده بيكون عبارة عن جزر مبشور مع مكسرات وحليب وعسل وكده وفيه حاجات بقى انواع حلوات كتير اه وفيه اللدو فيه الجلابي فيه الرزجولة فيه الجولفي دي كلها انواع حلوية كتير والناس بتاكل كل الاصناق دي والتي فيه حاجات معينة مثلا بيعني بيستقربوا طعمها من الاكل المصري فبيطلبوها فيه سنة في الشرق برضو شوية فيه انواع كتيرة برضو من اللحوم فراخ انواع فراخ كتير تانية انا حسنا هو الرز شبهنا شوي بس طبعا باختلاف بقى التوابل والصوص اللي انتم بتحطيها التدبيلة ذات نفسها هي دي الفكرة في التدبيلة لكن الاكل الرئيسي هو المختلف ايه بزبط شاركنا طب في الكلام الاكل واصلا يعني الناس فكرة ان الاكل مثلا يعني يعني مش فراخ مش لحمة مش كده اصعب من كده تعمله اسمك؟ في اسمك كمان يعني فراخ ولحمة واسمك بس الطريقة ذات نفسها يعني مثلا الشاوي عندنا مش بيبقى مثلا فريلا ولا كده لا بيبقى حاجة اسمها طنور تمام بيبقى على الفحم بتشوي فيها وبعدها بتتبقى كالهو ببقى شكل الحاجة الخشب كده لا بيبقى الطنور ده حاجة كده زر فخار عامنا زر فخار زي دي كده سالحاجة كبيرة في فحمة هي كل الاطباق بالشكل ده بالضبط كده هي بتتسخر الاول في الفحم ده تمام بتطلع وبعدها بتنطبخ بقى بصوص بتاعها المختلف طبعا النكهة بقى بتاخذ من ناكلة الفخار في الطعم بيبقى مختلف او بالضبط كده الرز بالذات هو اللي بيبقى منطبخ مع الفخار بيبقى بالشكل ده مع البخار بيبقى السادة بيطلع بالشكل ده فيه الكاشميري فيه حاجة تانية اسمها بتبقى برياني تشيكن حاجة بتبقى فراخ مع رز بتبقى زال الجارة دي بالضبط كده فيه حاجة بتبقى لامب اللي هو بيبقى اللحم الضاني تمام عشان الهونوت اصلا مش بيكلوا اللحم اه الاصناف دي دكيل انتم دخلينها على الاكل الهندي بس بطريقة الهندي هي موجودة اصلا اللحمة بس بتبقى لحمة ضانية مش لحمة بقى يعني هما بيكلوا اللحمة الضانية يعني اللي انا كلتها دي اللحمة ايه طعمها حلوة قوينة تحسن هي نعمة جدا كده هي بتبقى بتدوب في البقى كده ما فيهاش اصلا دهون والعظم بتطيب بوقت فترة طويلة تمام وبعدين بتتحط بتشوي الاول وبعدين بتتحط بالسوس بتاعها بتبقى بالشكل باللزيدة من اصلا مش من اشهر الطباق الموجودة اصلا عندنا على طول يعني بتتلي انتوا بقى مساف من انتوا فتحتوا ولقيتوا فيه اجبال وكده يعني احنا كمصريين عندنا حب ان احنا نجرب لها تجربة الاكل الاندي ولا لسه الموضوع ممشيش قوي يعني طبعا ماشي جدا يعني متشف على الناس كلها فيه اجبال كويس جدا وعندنا عروض اسبوعية برضو يعني دونيا ماشية كويس جدا يعني فيه اجبال كويس جدا يعني الناس عندها حب للأكل الاندي زي المطبخ المكتيكي لما فتحوا هنا واللبناني والسوري ايوة بالزبط فيه اجبال كويس جدا عليه وخصوصا كمان يعني الشيء طبعا عرف الاكل الاندي معروف بالتوابن اه هيساعد كتير زي حمص الشام عندنا طبعا هنطلع بس كده لتقرير صغير من مطعم قصر المسالة باسكندرية و هنرجع دين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بجد الفيديو دا حساسي ان الا انا رحت لهند و انا Rock Mia ثقانا عضف مصر اه الدكورات حلوة قوي Hub يعني حتى الاطبا ينتو متميين بيها كوبايات الاضاءة كل حاجة انتو ايه انتو سافر طبعه بره قال. لا يا الفكرة كلها. انا طبعا ما ليش في المجال استاذ محمد. اه بس باردو يعني لكو يعني الاختيار. اه اه. للدكور. اه. يعني كانتكة جماعية كده. والحوائط والحيطان وكل حاجة. ما شاء الله والالوان وكل حاجة هلوة قوي بجد. الحمد لله. حاجة كويسة جد. بتعمله بقى مثلا لو حد بعد الاكل وكده حب انهو يامستيشن او كده. بتعمله يعني. ايوا طبعا فيه فوتوستيشن طبعا وفي عندنا عروض اسبوعية زي ما قلت لحضرتك. اه. عروض كتير يعني باندو كده اسبوعيا. بيجيبوا فرق هندي بقى. اه. 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 بيجيبوا هنوط بجد ولا مصريين عمل نفسهم هنوط. لا مصريين. مصريين. بيبقوا مصريين. مسلا بيستقروا بلبس الهندي. بيبقى حد عايز ايخد فوتوستيشن. حد ما خطبته عايز ايخد فوتوستيشن. بيبقى كمان معاكو يعني المطعم ناسه موفر كاميرا ولا بقى هنسيه حاجة شخصية. اه. المكان اه بالزبط كده موجود. زي ما ازي ما قلت حضرتك وشفتي في الفيديو. اه والمكان احنا عاملينه بالشكل ده عشان يعرف في صار في المكان اللي يرق ناسبه. بالزبط. اه. اه. داخل اجواء هندي. يعني انا مثلا انا روحت بالبنت مثلا لها لبس هندي والراجل. بالزبط كده والولد. بيبقى شبه المهراجة كده والحاجات دي. كده. اه. 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 اغلبية الناس بتيجي هناك. اكيد بقى ناس كلها بتفرح من كده. يعني اصلا اي مكان دلوقت عشان انت بتعمل استيشون انت بتدفع فلوس كتير قوي. يعني لا يقل عن خمسونة جنيف انت كده حاجة. اه. في رسم الحنه. رسم الحنه الهندي برضو موفرين وبرضو فريق. في حاجات تانية. والله في واحدة بتامل رسومات هندي؟ بالزبط جدا انا اجي عندك كمان بنحاول احنا برضو نعمل حاجة مختلفة برضو ونساعد مثلا بالنسبة للشباب او الناس الطلبة عاملين وقت معين عينزل برضو على البيتش بتاعنا بحيث ان الحبيب يذاكر مجانا يجي برضو يذاكر براحته من غير برضو نفرض علينا واشرب حاجة او يدفع مثلا مقابل لا لا بالعكس يعني انا عادي انه انا وراي امتحان اروح اذاكر او انا بنحضر منجر مدفع احنا قريبين او او بس هناك مثلا حد قدنا يقولك لازم تطلب حتى لو مشروب واحد لا 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 وعلى اساس ان برضو في خدمة فيه يعني ازاي لا احنا بنحاول برضو عشان انا واحد طالب برضو حسيت بالظروف ديت يعني فتح المجال لناس ديت اخواتي يجوا يذاكروا او حد بصلا بيخلص شغل ممكن يكون محايمي دكتور والمكان بتاعنا قريب من كذا جامعة فيه طبعا ايام عندنا بيبقى فيها مشروبات في ري برضو مجد والله للمحتاجين بقى والله ممكن منزلوا مشروب في ري مثلا لوقت معين زي عندنا فطار بالنسب لا يعني ده ستقول الجسد كله فطار معين فطار معين مش كبير يعني حاجة اسمت تشيز نان دي زي تيك كنال زي حضرتك شفتيها ديت في الطبق ده ايه دي اه اه بيكون محشي جبنة تمام اه بيزن معكو بات شي ده فطار حبينا ان احنا نعمله كده عشان هو العيش ده برضو بالطريقة الهندي اللي انت بتقول عليه الاول اه ثلاث انواع بتقبط الفكرة في الموضوع ان احنا عايزين نخلي الناس تجرب اه اه ان في ناس تبقى خايفة او مثلا اه مش حبة انها تجرب حاجة زي يعني ده التجربة ان انت بتخلو الناس تجرب وممكن لما انا الاكل يعجبني اطلب بقى بزيادة اجيب صحابي اهلي بجورو يعني رجل الناس لا اي حد بيدخل عندنا طبعا بييجي تاني يعني الناس كتير تيجي تجرب الاكل لا ييجي تاني يعني هو الاسرة وكده والدنيا تبقى والاطفال اللي ايه يعني رأيها اخصوصا ان التعم مختلف شوية متقبلين ويعني عاملين واجبات للاطفال والله يعني الاطفال معقول بيكون حاجات زي حاجة حبارة عن رز خضر يعني بتبقى مختلفة عن الاكل اللي هو رئيس بتاعك الناس الكبير اه 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 بنقل الحاجات فعد زيادة حاجات زي كده لا ما شاء الله بجد حاجات كويسة جد طب بالاسعار بقى لا الاسعار يعني الاسعار سعر عادي ولا بقى الناس مسلا ساعات ممكن تخاف انا هدخل مطعم هندي خصوصا كمان للمكان يعني هو انتوا صحيح انوانكوا فيه يعني الناس تجيلكوا فيه جريم بي لازا خل البابر خلفها لجريم بي لازا براك جريم تاور شرع عشرين اه اه مكان كويس ايه اه خصري مسلا ده اسكندريا اسمها خلف جريم بي لازا مين بقى اللي سمى الاسم ده احنا كلنا يعني اتشاركنا لا لا اسمه مميز كمان خصوصا في اسكندريا اه في حاجة كويسة جدا هو الموضوع الجديد يعني الجديد علينا بس اه احنا حبينا ناخد التجربة دي يعني مش اه كتجربة وخلاص لا فيه في المستقبل ان شاء الله هتعملوا في روحة تانية اه طبعا سوالي حضرتك هيكون في فرحة عملونا بقى هنا في الكاهرة اه يبقى على مستوى مصر كلها عمات ان شاء الله بإذن الله هيكون في فرحة هنا قريب الكاهرة بإذن الله اه ان شاء الله بإذن الله بس هو حاليا هو الفرحة لو رئيسي بتاع اسكندريا اه بتاع اسكندريا هو رئيسي اه هو طبعا محمد بقى له كتير في المجال ففاهم يعني الخطة بقى اللي في دماغه نهو ان شاء الله يعني توسع ويعمل اه كتير جدا وممكن بقى في يعني مسلا قدام تضيف بقى أصناف تانية حاجات تكون انت فهمت المتطالبات بتاعة الناس اه 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 بما ان المصرين كلهم يعني ايه ساعة اه 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 المطعم لأ هندي هندي لأ انا عايز حاجة شرقي جنبها يعني فدي هتعامل معاها ان شاء الله طب بالنسبة للمشروبات تبقى عادية مثلا كابت شينو مش عارفة الاسكافيل حاجات العادية دي جميع نوع المشروبات وفي مشروبات تانية على حسب طلب في حاجات برضو خاصة بالان اه 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 بشأن الشاي اكيد الشاي والقهوة للطريقة بتاته مختلفة جواهي في نزميه شاي كارك او او شاي مسلا اللي هو عباره عن ايه بقى ده بيكون اه اخدر لا الشاي الشاي العادي بس هو الشيف بيعمله بطريقة مختلفة مع الجنزبيل والقرفة والحبهان والكده بطمه ايه بقى ده عم نزل اول شون محاولك شايف محاولك اه هو محاولك بقى طريقة الهندية تمام وفي بقى اللي هو العصير الفريش بحاجة اسمه منجولاسي اه تمام ده بيكون عباره عن زبادي ومنجا وايس كريم حاجات دي طبعا كلها اصناف مش في المينيو العادي بتاع المطعمة العادية لا 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 اه وفي اللي هو بقى حاجة سويت لاسي سولد لاسي اه حاجات زي كده بتبقوا كاتبين في المينيو الترجمة بتاعتها بالعربي اه طبعا اه كاتبين الاسم العنوان وتحديد تفاصيل مثلا حتى لواجبات واجبات اسمها كذا مكونة من كذا وكذا وكذا بشرح له بزبط بشرحوا للجس برضو في كذا ده كذا وكذا اه كويسة جدا بس الاسمي بتبقى صعبة قوي على الناس خصوصا انتوا يعني اللغة الهدنية هتبقى مشقة قوي يعني اه بس الموضحين احنا طبعا نحاول بس ان انسهلهم الموضوع شوية عشان الناس واخدى الفكرة ان الموضوع معقد شوية لكن بالعكس والله اه وللأسف وقت حلقتنا انتهت بشكركم جدا شرفتونا وبجلد ومرسي جدا على الاكل اللي طعمه حلووي ده نورتوني اه بشكر كل سادة مشاهدين على حسن المتابعة اه الى اللقاء في الحلقة في حلقة جديدة ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر